موسيقى اهلا بكم الى هذه الجولة الجديدة مع مرسلي القاهرة الاخبارية نتابع كل ما هو جديد من المدن والعواصم حول العالم موسيقى بالامس بكت سماء العاصمة الفرنسية باريس صحايا غزة حالة من الدمار الواسع طالت مدينة خان يونس معوقف اليونان اصبح اكثر تضامنة مع القضية الفلسطينية نحن هنا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني ولكن القطاع الغربي لم يسلم ايضا من العدوان الاسرائيلي كان هناك دعوات لتوسيع نطاق هذه التظاهرات هناك انتخابات لاربع مناطق في تركيا تصد اوكراني شارس وتقدم روسي واضح ودعم سخي من الغربي حالة من الرعب تصد اجواء العائلة في ظل هجمات المسوطنين المتزيدة عليهم لكنهم ظلوا يرفضون على الدواء فكرة التهجير وطمسي الاوية من هنا من انتريو ننقل لكم الخبر والحكاية والمتابعة والتعليم اعلن عضو مجلس الحرب الاسرائيلي بني جانس استقالته من منصبه بالمجلس هذا واكد جانس خلال مؤتمر الصحفي ان الرئيس الوزراء بن يمين نتنياهو يعرقل قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية دعيا اياه الى ضرورة اجراء انتخابات باسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق وطنية كما اعلن عضو مجلس الحرب ورئيس الاركان الاسرائيلي الاسبك جادي ايزن كوت استقالته من حكومة الطوارئ واشار ايزن كوت في خطاب استقالته الى ان اعتبارات خارجية وسياسية اخترقت عملية صنع القرار داخل الحكومة الاسرائيلية واضف ايزن كوت في خطابه لرئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو ان الحكومة امتنعت منذ فترة طويلة عن اتخاذ القرارات الحاسمة التي لازمة لتحقيق اهداف الحرب وتحسين الوضع الاستراتيجي لدولة اسرائيل تنضم الينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الاغبارية دانا ابو شمسية دانا بعد التحية اخر ما توصلت اليه الاجواء في الداخل الاسرائيلي بعد هذه الاستقالة من بني جانس بعد التحية كريم نتحدث عن ردود افعال متبينة ما بين مؤيد وبين معارض لهذه الاستقالة قال في طبيعة الحال زعيم المعارضة الاسرائيلي لبيد كان يوافق هذه الخطوة وباركها بل انه طالب في ضرورة الانضمام الى ما يعمل عليه لبيد وساعر وليبرمن في الحديث عن الاطاحة في بن يمين نتنياهو وتبكير موعد الانتخابات العامة اما لبرمن فوصف هذه الخطوة بالخطوة المهمة والجادة وحتى وان كانت متأخرة خاصة ان دعوات من لبرمن ولبيد كانت مستمرة الى جادي ازينكوت وبني جانس للاستقالة من حكومة الطوارئ والعمل ايضا على الانضمام الى ما يحاول تشكيله هؤلاء الثلاثة واضف الى ذلك ساعر كذلك الحال كان هناك ردود افعال يعني ضد هذه الخطوة متمثلة في طبيعة الحال في اليمين المتطرف لم ينهي جانس خطابه ومؤتمر الصحفي الذي اعلن فيه استقالته حتى قاطع بن يمين نتنياهو في بيان مقتضب او حتى في تغريدة وقال ان هذه يعني تفاهى سياسية وصفه في هذه الكلمة وبانه لا وقت الان للحديث عن الاستقالات في الوقت الذي تقود فيه اسرائيل حروب في العديد من الجبهات اما جلانت ففي اهم الاحداث السياسية نتحدث فيما سبق في الاصابيع الماضية صفقة بايدن حتى اللحظة لم يعلق عليها رسميا وكذلك الحال استقالة بني جانس كان صامتا وما زال صامتا اتمار بني كفير كان قد طالب مسرعا في ضرورة ضمه الى كابينيت الحرب وهذه ليست المرة الاولى التي يحاول فيها اتمار بني كفير اقناع بن يمين نتنياهو لضمه الى كابينيت الحرب ولكن المحلل الاسرائيلي هنا ينظر الى ان هذا الامر مستبعد لان نتنياهو يعلم مدى الخلاف ما بين اتمار بني كفير والادارة الامديكية وفطور العلاقات ايضا وحتى انه لا يريد انضمام الصهيونية الدينية او حتى الاحزاب الدينية المتطرفة الى داخل كابينيت الحرب لانه في اسرائيل اصابع الاكتهام تشير الى ان بن يمين نتنياهو من اكثر الوزراء الذين يؤثرون على قراراته هو اتمار بني كفير لذلك يستبعد ان يكون هناك ضم لبني كفير الى كابينيت الحرب على الرغم من انه سيستمر في التلويح او حتى في الضغط او مقايدة بن يمين نتنياهو على ادخاله مقابل لربما الموافقة على امور اخرى لا سيما على رأسها صفقة التبادل اكثر الانتقاضات تبجحا ويمينية كانت على لسان سموتريتش وقال ان هذه الاستقالة هي انتصار للسنوار ولحزب الله وليران كان هناك ردود افعال متبينة وعلى اثرها تم العديد من الاستقالات من داخل حزب معسكر الدولة الذي يزعم بني جانس وعلى رأسه ايزين كوت الذي تم تقديم استقالته الى الحكومة الاسرائيلية بعد تقديم استقالة بني جانس كذلك الحال هناك وزراء من ذات هذا الحزب كانوا قد قدموا استقالتهم الى رئيس الحكومة الاسرائيلية دانا ربما كانت هناك الكثير من التوقعات لهذه الاستقالة بالنسبة لبني جانس وايضا بالنسبة لردود الفعل من جانب نتنياهو وايضا لبن جفير وسمورتش ولكن هناك ربما تصريح جاء في خطاب استقالة ايزين كوت يشير الى ان هناك اعتبارات خارجية بحسب ما اشار اعتبارات خارجية وسياسية اخترقت عملية صنع القرار داخل الحكومة الاسرائيلية يعني برأي المحللين الاسرائيليين وبرأي وسائل الاعلام في الداخل الاسرائيلي ماذا يعني ايزين كوت ولمن يوجه هذه الرسالة؟ دائما ما تشير اصابع الاتهام الى نتنياهو بان هناك ضغوط تمارس عليه اما داخليا متمثلة كما ذكرنا من اليمين المتطرف وحزب الليكود واما خارجيا من الادارة الامريكية او حتى اللوبي الصهيوني او حتى الجمهوريين في داخل الكونغرس الامريكي يقول ايزين كوت هذا القول بان نتنياهو لا يستمع الى ما يمليه كبينية الحرب وكان هناك مهلة محددة كان قد حددها باني جانس لبن يمين نتنياهو لتمريرها حتى السامن من يونيو وانما سيستقيل من هذه الحكومة وما ارجأ واجل هذه الاستقالة كان مرتبط للتطورات السياسية التي حدثت امس من عملية تحرير المحتجزين الاربعة من داخل وسط القطاع لذلك قام في تأجيل هذه الاستقالة ولربما نتنياهو لم يحاول منع هذه الاستقالة والمحافظة على كبينية الحرب من الحل وإلا مرة واحدة فقط كان قد غرد على مواقع التواصل وكان قد ذكر بان هذا الوقت وقت الوحدة والعمل وليس وقت الانشقاق وادعو جانس ان لا يستقيل من منصب وكذلك كان هناك محاولات جادة من الادارة الامريكية في الاتصال والتواصل مع بني جانس لتأجيل وارجاء هذه الاستقالة على الاقل حتى تمرير صفقة التبادل لربما كريم هذه الاستقالة سيكون تداعياتها أكبر على الشارع الإسرائيلي وخاصة أن عوائل المحتجزين لدى فصال المقاومة الفلسطينية كانوا قد طالبوا منذ أسابيع بني جانس في إلغاء أو تأجيل وإرجاء هذا القرار في الاستقالة حتى يتم تمرير صفقة التبادل كونهم يعلمون بأن بني جانس وإزن كوت هم الأكثر ضغطا نحو الحكومة في تمرير هذه الصفقة المحلل الإسرائيلي ينظر إلى هذا الموضوع بأنه بالفعل سيكون له تداعيات وانعكاسات على الشارع الإسرائيلي متمثل بأن يكون هناك تظاهرات أوسع سواء من الأماكن الجغرافية أو أعداد المشاركين المتظاهرين للضغط على الحكومة الإسرائيلية نهيك أن كان هناك استقالات منذ أشهر وعلى رأسهم ساعر الذي كان قد انشق عن الحكومة الإسرائيلية هناك ينظر في الداخل الإسرائيلي بأن نتنياهو يستبعد أن يضم بني جفير إلى هذا الكابينيت سيحاول جاهدا إقناع لبيرمن لربما أو إقناع ساعر بالانضمام إلى كابينيت الحرب حتى يصل رسالة إلى بني جانس بأنه يستطيع العمل دونه في ظل كل التوقعات التي تشير أن بني جانس هو خليفة نتنياهو إذا ما انتهت هذه الحرب وإذا ما ذهبت إسرائيل إلى انتخابا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية شكرا جزيلا لك إلى لبنان حيث دوت صفرات الإنذار في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى شمال إسرائيل وفي منطقة الجولان وأفدت وسائل أعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال أسقط عددا من الصواريخ في مناطق مفتوحة قرب مستوطنات شمال الجولان وكشفت وسائل أعلام إسرائيلية عن اندلاع نيران في هضبة الجولان نتيجة انفجار أحد الصواريخ في المنطقة مشيرة إلى سماع دوي صفرات الإنذار في كريات شمونة ومناطق عدة في الجليل الأعلى أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قصف منصة إطلاق تابع لحزب الله في منطقة الحولة جنوبية لبنان هذا وأكدت وسائل أعلام اللبنانية أن جيش الاحتلال استهدفت بلدة النقورة كما شن قصفا بالمدفعية على بلدات الظهيرة وعلم الشعب وطير حرفة واللبونة ينضم إلينا من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية أهلا بك أحمد وآخر التفاصيل حول هذه المستجدات والتصعيد المستمر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية نعم تحياتي لك في البداية بالفعل التصعيد المستمر على الحدود اللبنانية الجنوبية وهناك أيضا تطورا نوعيا في العمليات في الجنوب اللبناني اليوم أو على مدار يوم الأحد نفذ حزب الله اللبناني سبع عمليات من الجنوب اللبناني باتجاه هداف عسكرية إسرائيلية هذه العمليات تنوعت ما بين عمليات تقليدية تم خلالها استهداف الأجهزة التجسسية وأيضا كاميرات المراقبة في عدد من الوحدات العسكرية الإسرائيلية على كل الحدود ولكن كانت هناك أيضا عمليتان نوعيتان من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية ربما العملية الأولى أطلق فيها حزب الله عشرات السواريخ من طراز كتيوشة باتجاه مرابط مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الزعورة بالمنطقة الجولان السوري المحتل كما أيضا نفذ حزب الله هجوما بالطائرات المسيرة الهجومية على موقع عسكري إسرائيلي مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح وفقا لبيان حزب الله أيضا من أبرز العمليات التي نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني وهي إطلاق صاروخ أرض جو باتجاه طائرة حربية إسرائيلية حلقت في الأجواء الجنوبية وحاولت كسر جدار الصوت لإرهاب المواطنين في الجنوب اللبناني وبمجرد إطلاق الصاروخ ربما لم يصب الطائرة ولكنها عادت إلى أدراجها مرة أخرى إلى الشمال الإسرائيلي وخلت منطقة الجنوب اللبناني من الطائرات الحربية التي كانت تحلق بشكل كسيف جدا اليوم في الجنوب اللبناني وفي الأجواء اللبنانية وصولا إلى العاصمة اللبنانية بيروت ووصولا أيضا إلى بعض مدن الشمال اللبناني في محاولة لاستطلاع الوضع في الدولة اللبنانية وأيضا إرهاب المواطنين اللبنانيين وربما إرسال رسالة بأن إسرائيل قادرة على الوصول إلى العمق اللبناني وبعد إطلاق الصاروخ من قبل حزب الله باتجاه إحدى الطائرات الإسرائيلية خلت مناطق الجنوب اللبناني وأيضا كافة الأجواء اللبنانية من الطائرات الحربية بعد ذلك شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على عدة مناطق من بينها منطقة حولة وأيضا منطقة عيترون وأيضا منطقة كافر دجال في الجنوب اللبناني ظنا من جيش الاحتلال أن هذه الأماكن قد تكون هي التي أطلق منها الصاروخ أرض جو علما بأن هذه ليست المرة الأولى التي يطلق منها صاروخ أرض جو باتجاه طائرة حربية ولكنها المرة الثانية بعد الاعتداءات الإسرائيلية والتهديدات الإسرائيلية المتكررة أيضا بشن حرب وساعة للبنان وأيضا كسر جدار الصوت في الجنوب اللبناني يعني أحمد بعد هذا التصعيد وبعد التهديد الإسرائيلي للبنان وبأنه يستطيع استهداف كما أشرت العمقى اللبناني ما هي ردود الفعل في الداخل اللبناني خاصة من الناحية السياسية نعم على المستوى السياسي هناك اتصالات دبلوماسية مكسفة وسياسية مكسفة من أجل احتواء هذا التوتر والحيلولة دون جر لبنان إلى حرب مع إسرائيل ربما حزب الله نفسه أعلن أنه لا يريد حرب شاملة مع إسرائيل وأيضا كافة الجهات الرسمية في الدولة اللبنانية أعلنت هذا الأمر وربما تضامن مع لبنان بشكل رسمي عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية عبر بيان صدر خلال الأيام الماضية وربما هذه الدول أعلنت بشكل واضح أنها لا تريد حرب شاملة في لبنان لأن الحرب ستجر المنطقة إلى أزمة إقليمية أكبر من الأزمات التي تواجهها في الوقت الراهن فالاتصالات الدبلوماسية لا تزال قائمة من أجل الحيلولة دون جر لبنان إلى حرب وخصوصا مع تصاعد الاعتداءات وتصاعد أيضا الاستفزازات الإسرائيلية ربما وثيرة الاعتداءات هي أقل من الأيام السابقة ولكن وثيرة الاستفزاز بلغت زروتها من خلال الطائرات المسيرة وكسر جدار الصوت وأيضا إطلاق القنابل الفسفورية التي أشعلت حرائق واسعة في الجنوب اللبناني على مدار الأيام القليلة الماضية من العاصمة اللبنانية بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية شكرا جزيلا لك إلى الانتخابات في أوروبا وبالتحديد انتخابات البرلمان الأوروبية حيث أنهت حوالي 20 دولة من الاتحاد الأوروبي التصويتة لاختيار برلمان جديد للتكتل في اليوم الأخير من ماراثن انتخابي يعيد تشكيل التوازنات السياسية مع ترقب سعود اليمين لثيما في إيطاليا وفرنسا ستكون المهمة الأولى أمام النواب الأوروبيين بعد انتخاب رئيسهم التصويت لاختيار رئيس للمفوضية الأوروبية في وقت تسعى الرئيسة الحالية المحافظة الألمانية أرسولا فاندرلاين لمنحها فترة رئاسية ثانية للمفوضية الأوروبية لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بروكسل مراسل القاهرة الإخبارية عمر المنيري أهلا بك عمر وربما هو يوم حافل بالنسبة للانتخابات في الاتحاد الأوروبي أو في البرلمان الأوروبي خاصة أنه اليوم الأخير إلى ماذا تشير التوقعات حتى الآن نعم تشير التوقعات كريم إلى أن بالفعل اليمين المتطرف سجل حضورا قويا في انتخابات الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الاتحاد الأوروبي رغم أن المقاعد التقليدية بقيت كما هي تقريبا بنفس العدد ولكن اليمين الوسط وهو حزب الشعب الذي كان لديه أغلبية في البرلمان الأوروبي انزداد قوة وحصل على أغلبية كبيرة نحو حوالي 26% أنا أكر هذه التقديرات الأولية دعني أقول لك كريم آخر التطورات آخر الأرقام حزب الشعب الأوروبي بالفعل سجل 186 مقعدا في البرلمان الأوروبي بزيادة عشرة مقاعد الاشتراكيون والديمقراطيون الذين كان لهم تأثير كبير في البرلمان الأوروبي وكان لهم الأقبة خسروا وفقدوا حوالي 6 مقاعد وأصبح لديهم 133 وحزب التجديد أيضا خسر 20 مقاعدا المحافظون والإصلاحيون هذا واليمين المتطرف ونتقل منه حزب الذي تقوده جورجيا ميلوني في إيطاليا إخوة إيطاليا ولكن الانتخابات في إيطاليا لم تعلن نتائجها بعد وهي والمظر حتى الآن ومن ثم ربما يكون هناك زيادة في هذه المقاعد وأصبح لهذا التكتل داخل البرلمان الأوروبي المحافظون والإصلاحيون 70 مقاعدا الهوية والديمقراطية في فرنسا وهو الحزبة التي تتبع له مالين لوبا اليمين المتطرف وسجلت 11 مقعدا زائدا ومن ثم فرنسا بسبب هذا التقدم للمين المتطرف فقدت الحكومة الحالية وأعلن الرئيس الفرنسي ماكرو عن حل البرلمان لأن حزبه في الانتخابات الأوروبية خسر كثيرا من المقاعد ومن ثم أعلن أن هناك انتخابات في 30 من يونير ربما نسمع شيء جديد في ألمانيا لأن ألمانيا الحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تقوده فوندولاين بالفعل فاز بالأغلبية الكبيرة في هذه الانتخابات الخاصة الألمانية وحزب البديل جاء في المركز الثاني إذن تغيرات ستحدث فيها البرلمان حسب الانتخابات هناك نتائج لم تظهر حتى الآن هناك بلجيكا هنا كان هناك انتخابات ثلاثية وهي فدرالية وتشريعية وأيضا بللمان أوروبي رئيس الوزراء البلجيكي بالفعل خسر هذه الانتخابات وعلن عن خسارات هذه الانتخابات في مقابل أن يمين الوسط هو الذي تقدم وخسر الاشتراكيون الذي كانت زعمه ديكرو رئيس بلجيكا وبلجيكا نعلم أنها التي كانت ترأس الاتحاد الأوروبي وانتهت فترة الرئاسة بشهر يونيو في النهاية سنرى أن هناك توازنات ستختلف تماما السياسات الاتحاد الأوروبي ستختلف سيكون هناك تأثير واضح جدا لليمين بشكل عام لأن اليمين الوسط هو المسيطر ويمين المتطرف صعد بشكل كبير ربما تكون بوندل لين ستحقق النتيجة التي كانت تريدها وهي أن تفوز بمنصب ولاية جديدة ويبقى الصراع والاتباك الذي سيحدثه مكرون بحل البرلمان الفرنسي معناه أنه ربما سيتم تأخير إعلان المفوض الخاص بفرنسا هناك 27 مفوض عن كل دولة يتم انتخابهم من قبل أو يتم اختارهم من قبل الحكومات ومن ثم يكون هؤلاء 27 المفوض تحت رعاية أو تحت رئاسة رئيسة المفوضية وهي في هذه الحالة حتى الآن هي أورسولا بوندل لين لكن هذه الانتخابات يبدو أن أوروبا ستتغير تماما لأن صعود هذا اليمين المتطرف أو على الأقل سلطرة اليمين على كل السياسات الأوروبية سواء في البرلمان البرلمانات المتطرفة أو في الدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة نتحدث عن فرنسا نتحدث عن ألمانيا نتحدث عن بولندا أيضا كل هؤلاء لديهم مقاعد كبيرة ألمانيا لديها 96 مقعد في البرلمان الأوروبي وأيضا فرنسا لديها 81 مقعد وإيطاليا أيضا لديها حوالي أعتقد حوالي 41 مقعدا ومن ثم هؤلاء اليمين المتطرفين حين يكونوا لديهم علي القوة داخل البرلمان الأوروبي بالإضافة إلى وجود اليمين الوسط ربما يكون هناك تحالفات كبيرة ومن ثم تكون السياسات والتوزنات مختلفة كريم نعم من بروكسل مراسل القاهرة الإخبارية عمر المنيري شكرا جزيلا لك وإلى فرنسا وكما أشار مراسلنا أعلن الرئيس الفرنسي إيمانيو المكرون حل مجلس النواب ودعا إلى انتخابات مبكرة في الثلاثين من يونيو الجاري وذلك بعد تقدم حزب اليمين المتشدد الفرنسي في الانتخابات الأوروبية فاز اليمين المتشدد بالانتخابات الأوروبية وذلك بحصوله على نسبة تتراوح بين الثلاثين والاثنين والثلاثين والنصف بالمئة من الأصوات أي ضعف ما حققه حزب الرئيس إيمانيو المكرون ما يمثل ضربة كبيرة لمعسكر الرئيس الفرنسي وقال مكرون في كلمته أن نتائج الانتخابات الأوروبية هي ليست جيدة بالنسبة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا بحسب ما وصف مضيفا أن أحزاب اليمين المتشدد الذين يعارضون الوحدة الأوروبية يتقدمون في كل مكان في القارة الأوروبية وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه سيوقع مرسوم إجراء الدور الأول من الانتخابات في الثلاثين من يونيو أما الدور الثاني فسيكون في السابع من يوليو ينضم إلينا من مرسيليا من فرنسا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير خالد يعني ربما كانت هناك توقعات تشير إلى صعود اليمين الوسط واليمين المتشدد في الانتخابات الأوروبية في الانتخابات البرلمان الأوروبي ولكن المفاجأة جت بأن الرئيس الفرنسي اتخذ القرار سريعا بحل مجلس النواب أو حل البرلمان الفرنسي ماذا عن كل هذه الأجواء في الداخل الفرنسي نعم كريمة بعد التحية الحقيقة كما أشرت المفاجأة لم تكن في فوز حزب التجمع الوطني أقصى اليمين بهذه الانتخابات حيث كانت كريم جميع استطلاعات الرأي التي قم بها مؤسسة إلاب وقد ذكرنا هذا سابقا بأن حزب اليمين التجمع الوطني بقيادة جوردان بردلة سيحصل على أكثر من 32% وقد كان ولكن على غير المتوقع وقبل أن يتم الإعلان عن هذه النتيجة أعلن قصر الإليزي عن اجتماع طارق للرئيس الفرنسي مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية ثم أعلن قصر الإليزي عن اجتماع آخر مع رئيس المجلس أشيوخ الفرنسي وبعدها مباشرة وفي كلمة مقتضبة فاجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون الجميع بما فيهم أحزاب الوسط المتآلفة بإعلانه عن إجراءات انتخابات تشريعية وبرلمانية في 30 من يونيو هذا الشهر والجولة الثانية ستكون في 7 من يوليو الجميع لم يكن يتوقع مثل هذه الخطوة وبصفة خاصة أن فرنسا أمامها تحدي كبير جدا وهو الألعاب الأولمبية ولهذا هذا التوقيت هو توقيت قاتل بالنسبة للرئيس الفرنسي ولكن الديمقراطية تقتضي هذا الأمر هذا ما قاله الرئيس الفرنسي قال لا يمكن أن أصمت أمام ما حدث من قبل الفرنسيين بعض من المحللين السياسيين كريم قالوا أن هذه الخطوة من الرئيس الفرنسي ومحاولة للهجوم المباغت والهدف منها هو رمي القرى في ملعب غير المسوطين من الفرنسيين حيث تم التصويت اليوم كريم بهذه النسبة 51% إذن هناك 49% من الفرنسيين لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم طارة وأيضا يرمي بالقرى في ملعب الأحزاب اليسارية واليمينية الأخرى غير المتحالفة مع اليمين المتطرف أو أقصى اليمين عندما نتحدث عن اليمين اليوم نستطيع القول أنه حصل فقط على 32% لأن حزب الاسترداد حصل تقريبا على 6% إذن هناك 40% من الذين قاموا بالتصويت اليوم صوتوا لأقصى اليمين أو حزب التجمع الوطني وحزب الاسترداد لأول مرة في تاريخ الجمهورية الفرنسية خلد هل هناك مخاوف من قبل الرئيس الفرنسي إيمانيوال ماكرون بعدم تمرير بعض القرارات أو بعض مشروعات القوانين التي يريد تشريعها في الفترة القادمة ويريد أن تمرر من خلال مجلس النواب وبالتالي يحاول بأن يؤكد قدرته السياسية أم هناك مخاوف بأن يكون هناك اتجاه سياسي مختلف في الداخل الفرنسي يتماشى مع الاختلاف الذي يحدث في البرلمان الأوروبي كريم هناك بعض من ردود الأفعال ظهرت بعد هذا الإعلان من الرئيس الفرنسي الحزب اليمين أو أقصى اليمين التجمع الوطني وحزب الاسترداد رحبوا بهذه الخطوة بل وأكدوا على أن هذه هي الديموقراطية على النحية الأخرى نجد أن الأحزاب اليسارية دعت إلى التكاتف وإلى عمل الكثير من التحالفات لإضاءة الفرصة على اليمين المتطرف أو على أقصى اليمين من التواجد في حكومة ما يسمى حكومة تعايش مع الرئيس الفرنسي كثير من المحللين أكدوا كريم على أن الرئيس الفرنسي قام بالمغامرة وذلك من أجل إحداث صدمة للفرنسيين بأن عندما تكون معارضا من السهل أن تنتقد إجراءات الحكومة الفرنسية ولكن عندما يتم تسليم مثلا الحكومة لحكومة يمينية من أقصى اليمين لجوردان بارديلا ومارين لوبان هنا أمامهم ثلاثة سنوات يتم التعرف على القرارات التي يمكن أن تتخذها هذه الحكومة اليمينية وأقصى اليمين وبالتالي تفقد مصداقيتها أمام الشارع هذه هي الهدية المفخخة حسب بعض من المحللين السياسيين الذين أكدوا على أن الرئيس الفرنسي يغامر بالفعل ولكنه يمكن أن يكون يقدم هدية مفخخة لليمين المتطرف ويطالب أيضا الأحزاب اليسارية المختلفة فيما يسمى طوق الجمهوري أو القوس الجمهوري وهنا يتحدث عن جميع الأحزاب حزب الخضر والحزب الاشتراكي والأحزاب الوسط وأيضا حزب الجمهوريين اليميني وذلك في محاولة لرمي القرى في ملعب هذه الأحزاب لأن أحزاب الوسط المتألفة المتواجدة الآن في الحكومة الفرنسية فقدت مصداقيتها بسبب كثير من القرارات السياسية الخارجية منها والداخلية عندما نتحدث عن أزمة غزة عندما نتحدث عن أزمة أوكرانيا والداخلية عندما نتحدث عن أزمة مثلا زيادة الأسعار وأيضا التقاعد وهي كانت قرارات من الحكومة الفرنسية لم تكن يرضى عنها الشارع الفرنسي بصورة أو بأخرى إذن فرنسا في أمام مرحلة جديدة كريم حسب المختصين بعد هذه الليلة الصعبة والرئيس الفرنسي يجتمع بالحكومة الفرنسية الآن خالد أخيرا ماذا يقول زعيم اليمين الشاب جوردين بردلة خاصة وأن هناك تقارير تشير إلى أنه طالب بانتخابات تشريعية في إثر هذه الأعلانات وهذا الاكتساح أو هذا الفوز بالنسبة لليمين هي هو الذي كان خلال كلمته بعد الإعلان عن فوزه قد طالب الرئيس الفرنسي بحل البرلمان ولم يكن متوقع أن يتم الإعلان رحب ورحبت مارين لوبين زعيمة حزب التجمع الوطني وهو أقصى اليمين بهذا القرار وأكد على أنه قادر أو أن حزبه قادر على استلام الحكم وأكد على أنه يشكر الفرنسيين الذين وثقوا في حكمه وأنه سيعمل جاهدا من أجل الطبقة المهمشة ومن أجل حل بعض من المشاكل التي تسبب فيها الرئيس إمانويل ماكرو خالد شقير من مارسيليا مراسل القاهرة الإخبارية شكرا جزيلا لك أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ عن حادثة على بعد 89 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة عدن اليمنية يأتي هذا في حين نفت وزارة الدفاع البريطاني استهداف الحوثيين مدمرة تابعة لها في منطقة البحر الأحمر في حين أكدت وكلتا أمري ويوكي أم تي أو البريطانيتان للأمن البحري أن صاروخين للحوثيين أصابا سفينتي شحن قبلة سواحل اليمن من دون أن ترد أنباء عن وقوع أي إصابات للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من عدن مراسل القاهرة الإخبارية إياد الموسمي أهلا بك إياد ومزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار التي تشير ربما إلى تجدد للاستهدافات وأيضا الرد من جانب السفن الأمريكية والسفن البريطانية بحسب ما أشارت التقارير نعم كريم المشهد يشير إلى تصعيد مستمر من قبل جماعة الحوثيين حيث تشير التقارير أن هناك أكثر من ثلاث سفن تعرضت لهجمات خلال الأربعة وعشرين الساعة الماضية كان من بين تلك السفن سفنتين أصيبتها لكن لم تورد أنباء بشأن أضرار أو أحداث تعرضت لها بشكل مباشر فقط السفنتين تم إخماد الحريق التي أندلع ببعض بداخل هذه السفن ومن ثم واصلت كل السفن يعني ميناء الاتصال الآخر بحسب التقارير التابعة لهيئة التجارة البحرية البريطانية وأيضا شركة إمبري المشهد كما حدثتك هناك تصعيد مكتف من قبل الجماعة هناك إصابات لسفينتين لكن معظم السفن التي تم استهدافها إلى الآن منذ التاسع عشر من نوفمبر حتى اليوم بحسب هيئة الهيئة الدولية البحرية وصل عدد السفن إلى 43 سفينة تم استهدافها منها سفينتين تعرضت لأضرار كبيرة بينما بقية السفن لم تصاب بأذى هناك أيضا معظم هذه السفن التي تم استهدافها ترفع على مجدر المارشال وبنما والولايات المتحدة الأمريكية والسنقافورة وبالو لكن بالمقابل بعد استهداف هذه السفن خلال 24 الساعة الماضية كان هناك ضربات مكثفة للطيران الأمريكي البريطاني على مواقع الحوثيين في الحديدة غرب البلاد بحسب المعلومات الواردة إلينا أن هذه القارات تركزت على معسكر للجماعة في شمال حديدة وكانت هذه الضربات مباشرة وأنه تم استهداف معسكر كانت داخله أجهزة رادار وشبكة اتصالات ويتوقع أن هناك بحدود أربعة إلى ستة قتلة من عناصر الجماعة بحسب ما أفادتنا بعض المصادر العسكرية والمعلوماتية من الحديدة غرب البلاد يعني الأوضاع لا زالت مستمرة والجماعة أعلنت أنها مستمرة في هذه العمليات خصوصا وأن عملياتها تركزت خلال هذه الأيام أو الثلاثة الأيام الأخيرة أو الأسبوع الأخير في استهدافها على منطقة خليج عدن بمعنى أن العمليات أو الهجمات الصاروخية التي يتم إطلاقها الجماعة من وسط اليمن صوب خليج عدن وكل هذه السفن كانت على بعد ثمانين إلى سبعين مبيل بحري من عدن بمعنى أن الاستهداف كان في المياه الإقليمية أو المياه الدولية وليست في المياه القريبة من أي يعني باعتبار أن المياه الإقليمية أي دولة هو يقع ما بين 12 ميل بحري بينما هذه الهجمات على بعد ثمانين إلى سبعين كيلو أو ميل بحري من المدن أو السواحل القريبة لليمن الجماعة لديها القدرة في استهداف السفن إلى خليج عدن ومن ثم أيضا لم تنفذ أي هجمة في البحر الأحمر على اعتبار أنها زعمت في استهداف ليموند وهي برجة بريطانية في البحر الأحمر لكن سرعان ما نفت أو نفت وزارة الدفاع البريطانية أي استهداف وقالت أنها مجرد أو محض إدعاءات من قبل الجماعة بينما متحدث الجماعة تحدث عن أنه تم استهداف هذه السفينة بصواريخ باليستية بحرية لا يوجد أي تأكيد آخر بشأن استهداف الباليجة البريطانية لكن ربما أن الضربات التي نفذها الجيش الأمريكي والبريطاني على مواقع في الهديدة أن هناك ربما استهداف للبوارج والقطع العسكرية الموجودة في البحر الأحمر خصوصا وأن الضربة أو الرد جاء بشكل مباشر على معسكر تم استهدافه لي أكثر من مرة باعتبار هذا المعسكر يتم في استهداف أو شبكات صلاة حديثة تم استهدافها وأيضا بحسب المعلومات أنه يوجد بداخلها صواريخ متنقلة أو منصات لصواريخ متنقلة في المدينة التي غالبا ما يتم استهداف السفن والقطاع الحربية المتواجدة في البحر الأحمر أما فيما يتعلق بالهجمات الحوثية باتجاة خليج عدن فهي في القالب يتم إطلاقها من وسط اليمن نعم إياد يعني هل تشير التقديرات إلى استمرار هذه المناورات وهذه المناوشات وهذه العمليات في الفترة القادمة وهل تشير أيضا إلى استمرار قدرات الحوثيين على استمرار هذه العمليات وهذه الاستهدافات للسفن وحركة التجارة كما تحدثت الجماعة في بياناتها المستمرة والمتكررة وأنها ستواصل استهداف السفن التجارية في البحرين الأحمر وخليج عدن وأنها مستمرة في ذلك ما لم يتم وقف الحرب في قطاع قزة لكن المعطيات إلى اللحظة بأن المشهد يشير إلى تصاعد العمليات العسكرية وأن الموضوع هو موضوع ترابط ويتوقع الكثير أن يتجه من حنيات دولية خصوصا وأن هناك تصريحات من جوانب أخرى كمثل روسيا وغيرها بإمكانية تزويد الحوثيين بالأسلحة البعيدة والقادرة على استهداف السفن في مناطق مختلفة الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت عبر سفيرها بأن عملية السلام في اليمن لن تتم ما لم تتوقف تلك الهاجمات وبالتالي فأننا أمام مرحلة جديدة من التصعيد خصوصا وأن الولايات المتحدة أكدت على هذا الجانب وأيضا الحوثيون أكدوا أنهم مستمرين في مهاجمة السفن التجارية سواء كان لها علاقة بإسرائيل أو غيرها وأنها ستستهدف السفن التي لها علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومعظم الدول الأوروبية التي تتواجد قطعها العسكرية الحربية في المياه الدولية في البحر الأحمر وأيضا خليج عدن هناك الشراءة تقول أن الجانب الإيراني يزود الجماعة بكثير من المعلومات الاستخباراتية عن حركة السفن وغيرها وبالتالي هذه المعطيات تشير إلى تصاعد العملية واتساعها بشكل كبير في اليمن نعم إياد الموسمي مرسل القاهرة الإخبارية من عدن شكرا جزيلا لك أشارت التوقعات المبنية على استطلاعات الرأي إلى فوز اليمين المتشدد في النمسا بتصويت الاتحاد الأوروبي ومن المحتمل أن يفوز حزب الحرية اليمينية بانتخابات البرلمان الأوروبي في النمسا للمرة الأولى وفقا لتوقعات الاتجاه المستندة إلى استطلاعات الرأي لمحطات الإذاعة النمساوية ووكلة الأنباء APA والتي نشرت عندما أغلقت مراكز الاقتراع الليلة هذه المرة أظهر حزب الحرية الذي ينتمي إلى نفس المجموعة السياسية التي تنتمي إليها حزب التجمع الوطني بزعمة ماريان لوبان في فرنسا أنه في المركز الأول بشكل واضح رغم أن النمسا دولة صغيرة نسبيا حيث لا يتجاوز عدد مقاعدها عشرين مقعدا في البرلمان الأوروبي فإن التصويت يشكل إلى حد ما بروفة للانتخابات البرلمانية والتي ستجري في النمسا في وقت لاحق من هذا العام للمزيد من المتابع ينضم إلينا من فيينا مراسل القاهرة الإخبارية خالد أبو بكر خالد بعد التحية مزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار حول فوز الأحزاب اليمينية بمقاعد بنسبة أكبر عن الانتخابات السابقة وخاصة في النمسا التي ربما لديها مقاعد نسبتها قليلة بعض الشيء في البرلمان الأوروبي تحياتي إليك كريم الآن جاءت النتائج شبه النهائية بحصول حزب الحرية اليميني المتطرف على 27% من أصوات الناخبين محتلا المركز الأول بنسبة 6 مقاعد من أصل 20 مقعد تلاه حزب الشعب الحاكم حزب المستشار كارليني هامر بنسبة 23.5 من 100 وبتلك النتيجة حصل على خمس مقاعد وقد تراجع حزب الشعب بنسبة 10 نقاط مقاوية وهي خسارة فادحة لحزب المستشار الذي يتهيأ مع بقية الأحزاب لخوض الانتخابات البرلمانية في شهر سبتمبر المقبل الاشتراكيين الديمقراطيين حلوا في المركز السالس بنسبة 23% من أصوات الناخبين وبذلك حصل على خمس مقاعد من 20 مقعد وهي نفس النسبة التي حصل عليها في انتخابات عام 2019 ثم حصل بعد ذلك حزب الخضر على مقعدين بنسبة 10% من أصوات الناخبين ومثلهم لحزب النويس مقعدين آخرين بقراءة سريعة في تلك الأرقام نجد أن الائتلاف الحاكم المؤلف من حزب الشعب وحزب الخضر قد خسروا بالفعل مقاعد في الانتخابات الأوروبية ودفعوا بذلك ضريبة وجودهم في السلطة في ظل وباء كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية أسباب تقدم اليمين المتطرف في النمسا وهي ليست نتيجة مفاجئة على الإطلاق حزب الحرية يحتل استطلاعات الرأي منذ 18 شهرا لم يتراجع في استطلاع واحد وذلك الاعتبارات أساسية هي أنه رافض للاتحاد الأوروبي وبموجب استطلاعات الرأي هنا في النمسا تعد من أكبر الدول التي يتنامى فيها رفض الاتحاد الأوروبي وكان الاستطلاع الأخير أيد 23% الخروج من الاتحاد هل هناك أسباب أرجات إليها التقديرات أو وسائل الإعلام أو أرجات إليها التحليلات عن هذه النسبة وزيادة هذه النسبة وبالتالي استغلال اليمين المتشدد هذه الأراء في الدخل النمساوي لمسألة الرفض من التكتل الأوروبي أو رفض الاتحاد الأوروبي نعم الحاملات الانتخابية للانتخابات الأوروبية كانت كاشفة كان موضوع بقاء النمساوي الاتحاد الأوروبي عنوانا لكل الأحزاب فرفع حزب الشعب الحاكم شعار أوروبا القوية الاشتراكين الديمقراطيين رفعوا شعار أوروبا أولا فيما رفع حزب الحرية وقفوا ذلك الجنون الأوروبي وقال إن النمسا ليست بحاجة لأن تكون أوروبا أولا ولكن لأن تكون النمسا أولا وأن فينا يجب أن تكون هي الحاكم العاصمة الحاكمة للنمسا وليست بروكسيل أي مقر التكتل الأوروبي أيضا هناك ملفان أساسيان استطاع حزب الحرية أن يكسب من خلالهما أرضية كبيرة ملف الهجرة غير الشرعية فهو معارض للتدفق اللاجئين على النمسا وعلى أوروبا ويرى أنه يجب تطبيق نظام صارم سواء داخل النمسا أو على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمنع تدفق هؤلاء الذين يهددون الهوية النمساوية على حد قوله أيضا لدينا ملف آخر وهو ملف المناخ حزب الحرية يرفض بالكلية مسألة الصفقة الأوروبية الخضراء التي تفرض نظاما صارما في الزراعة وتابعنا جميعا الانتفاضة التي قام بها الفلاحون في عديد من البلدان الأوروبية ومنهم النمسا وبالتالي استطاع اليمين الشعبوي باللعب على ملف الهجرة وملف المناخ والحرب الروسية الأوكرانية التي يرى حزب الحرية أن ما لنا نحن وما الأوكرانية يجب على النمسا أن تظل محايدة وأن تقدم أطروحات للسلام عوضا عن أن تنحاز لأوكرانيا وسوق خطاب أن النمسا دفعت ثمن انحيازها لأوكرانيا من خلال ارتفاع أسعار الغاز الذي ألهب زهور المواطنين أيضا على مدار العام الماضي احتلت النمسا أكبر معدل للتضخم في البلاد وهو ما أدى إلى تراجع حزب الشعب الحاكم وشريكه في الاقتلاف الحاكم حزب الخضر في الانتخابات الأوروبية التي كانت بروفا قوية للانتخابات البرلمانية المقبلة في شهر سبتمبر أيضا فيما يخص الاشتراكيين الديمقراطيين على الرغم من أنهم لم يخسروا مقاعد إلا أن وجودهم في المعارضة لم ينجحوا في استغلال المشاكل التي تعرض لها لاقتلاف الحاكم ويعود ذلك إلى ذلك الصراع المرير على رأس السلطة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي في النمسا العام الماضي من خلال الصراع بين زعيمته السابقة باميلا فاغنر مع هانس بيتر ديسكو زيل وفي نهاية المطاف جرى الإطاحة بهما وجاء أندي بابلر الذي سوق خطابا يراه المراقبون يساريا طوبويا كأن يدعو مثلا لتقليل ساعات العمل إلى 32 ساعة في الإسبوع أيضا يدعو إلى تخفيض السرعة على الطرقات السريعة وهي أمور يراها البعض هامشية أدت إلى عدم تقدم الحزب الاشتراكي في الانتخابات الأوروبية نعم من فيينا مراسل القاهرة الإخبارية خالد أبو بكر شكرا جزيلا لك فاز حزب الديمقراطية الجديدة في اليونان بثمانية مقاعد في البرلمان الأوروبية وفقا للنتائج الأولية وينتمي هذا الحزب إلى وسط اليمين ويرأس الحزب حاليا زعيم المحافظين رئيس الوزراء اليوناني كيريا كوس متسو تاكيس والذي تولى الحكم منذ انتخابات 2019 تستحوذ اليونان على 21 مقعدا في البرلمان الأوروبي من أصل 720 مقعدا ينضم إلينا من العاصمة اليونانية أثناء مراسل القاهرة الإخبارية عبدالستطار بركات عبدالستطار بعد التحية ربما كان هناك تصاعد لليمين في الداخل اليوناني تدريجيا خاصة مع تولي متسو تاكيس الحكم في 2019 إلى ماذا تشير النتائج للانتخابات الأوروبية في الوقت الراهن بنسبة لي اليونان تحياتي إليك كريم من هنا من وسط أثناء وبالتحديد من أمام مبنى البرلمان اليوناني والذي يمثل رمز للتاريخ اليوناني والعاصمة أثناء عموما نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي اليوم كريم لم تأتي بأي مفاجآت جديدة هو حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم بزعامة كرياكوس متسو تاكيس فاز في هذه الانتخابات أو حل حاز على المركز الأول بنسبة 28% وحاز على سبع مقاعد من 21 مقاعدا حتى هذه اللحظة هناك هذه النتائج بعد فرز 96% من الأصوات وأيضا لم يتم فرز الأصوات التي تمت عن طريق البريد العادي حزب سيريزا اليساري بزعامة تاكيس حاز على المركز الثاني بأربع مقاعد و15% فسوق الكنال الاشتراكي حاز على ثلاث مقاعد و13% حزب الحل اليوناني على مقاعدين بنسبة 29% من المعاشرة وأيضا الحزب السيوع على مقاعدين وثلاث أحزاب أخرى حزب النصر وحزب الإبحار الحر وحزب صوت العقل وهو حزب جديد على كل منهم على مقاعد واحد عموما كما ذكرت النتائج لم تأتي بمفاجآت ولكن كرياكوس ميتسو تاكيس كان يتوقع أن يكون هناك نسبة أكثر من 33% يفوز بها ولذلك قال في خطاب الفوز أن رسالة الشعب اليوناني أو النصبين وصلت إلى الحكومة وأنهم نحن نفق فيكم ولكن لا بد من العمل المستمر خلال الفترة المقبلة عبدالسطر بركات مرسل القاهرة الإخبارية من العاصمة اليونانية أثنى شكرا جزيلا لك منيت الأحزاب الثلاثة في ائتلاف المستشار الألماني أوليف شولتس بخسائر في الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي في حين حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليمني مكاسب قوية وفقا لاستطلاع الأراء للناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع والذي نشرته قناة ARD الألمانية العامة جاء المحافزون في المركز الأول كما هو متوقع بنسبة 29.5% مقارنة بـ 28.9% في عام 2019 بينما احتل حزب البديل من أجل ألمانيا المركز الثاني بنسبة 16.5% ارتفاعا من 11% من برلين ينضم إلينا عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية عربي بعد التحية إلى ماذا تشير هذه النتائج في الدخل الألماني؟ بالتأكيد كريم هي هزمة صاحقة للحزب الاشتراكي هنا في ألمانيا النتيجة التي ظهرت هي نتيجة كانت متوقعة في الأساس الحزب البسيح الديمقراطي حافظ عن نفس النتيجة التي كان يحقق دائما في انتخابات البرلمانية وأيضا في عام 2019 نتحدثون عن 30% تقريبا ولكن هي الأزمة حزب البديل من أجل ألمانيا الحزب اليميني المطرف الذي زاد بنسبة وصلت إلى 5% عن عام 2019 وحزب الحاكم الآن هنا في ألمانيا انخفض بنسبة 1.9% هي نتائج كانت متوقعة إلى حد كبير ولكن الأزمة الأساسية هنا في ألمانيا أنه هو معيار لانتخابات البرلماني الألماني القادمة في عام 2025 اتضح من انتخابات البرلماني الألماني الحالية أن الأحزاب الحاكمة هنا في ألمانيا انخفضت شعبيتها بشكل كبير جدا أصبح العنوان الرئيسي الآن في هذه الأثناء أن هناك ضغطا كبيرا عن المستشار الألماني أولاف شولز لدرجة أن حتى داخل الحزب الاشتراكي الألماني وهناك جلسة بدأت قبل ثلاثة ساعات يحضرها المستشار الألماني أولاف شولز مع ساسكيا اسكين رئيسة الحزب الاشتراكي أيضا بأن هناك حتى ضغطات داخلية لما يعرف في ألمانيا بسؤال الثقة وهو أن يذهب المستشار الألماني أولاف شولز نتيجة ضعف الأرقام التي حصل عليها حزبه ويقف أمان البرلماني الألماني من دستاق ويحدث تصويتا على صحب الثقة أو استمرار المستشار الألماني الحالي أولاف شولز وإذا تم صحب الثقة بونا على المدة 68 من الدستورة الألماني تجرى انتخابات البرلماني الألماني مرة أخرى ويتم اختار المستشار الألماني مرة أخرى ذلك كريم هناك ضغطا كبيرا على المستشار الألماني أولاف شولز لأن نتيجة الهزيمة الصاحقة التي حققها الحزب الاشتراكي الألماني بعد فوز حزب البديل تحديدا في الولايات الشرقية في ألمانيا هزيمة صاحقة يعني الحزب البديل اليمين المضطرف حصل على موظم الأصوات في شرق ألمانيا بشكل كامل نعم من برلين عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية شكرا جزيلا لك وصلنا إلى ختام هذه الجولة من جولة مراسل القاهرة الإخبارية أشكر مراسل القاهرة الإخبارية وأشكركم على طيب المتابعة على رأس الساعة نشاط الأخبار تأتيكم إلى اللقاء